أنا بالنسبة لي كان هم مشهدين مهمين جدا مشهد منهم بالتأكيد هو المشهد المتعلق بجلسة اليوم في مجلس النواب المصري وبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر وهو يستعرض البرنامج العام للحكومة ومزيلا بآخر فقرة في البيان إن كنتم حضراتكم تتذكروا لأقدر أترجمها لو صح التعبير في جملة أو أختصرها في جملة ألا وهي أن الحكومة عازمة بمنتهى القوة على محاربة كل أشكال الفسد دي كانت آخر حاجة اتكلم فيها الدكتور مصطفى مدبولي وأظن مصيب في أنه يستخدمها كآخر فقرة أو آخر جمل انتهاء هذا البيان ليه؟ عادة وده طبيعي يعني في أي حاجة في الوجود يعني آخر 3-4 جمل بيظلوا دائما في أي بيان في أي شيء بيظلوا دائما هم العالقين في الزهن زي ما كنا زمان طلبة في الجامعة يعني آخر حاجة بيقولها الأستاذ الدكتور الفاضل في المحاضرة دي أكتر حاجة بتفضل ثابتة في أزهان وأظن إن هذا كان أمرا متعمدا من دولة رئيس الوزراء إن الحكومة عازمة وبمنتهى القوة على محاربة الفساد أنا بالنسبة لي هذا وكفة كان لبالك إنه الحرب على الفساد ويمكن ده أكبر تحدي أمام الحكومة الحكومة أمامها تحديات كبيرة جدا أنا ممكن أعود أتكلم معاك عن البيان أتكلم معاك عن توفق هذا البيان مع الدستور والقوانين المصرية بمختلف المواد بتاعتها وكل فيه إطاره لو صح التعبير وهو فعلا بيان كان فعلا كويس جدا كمان إلى أبعد الحدود لكن مسألة الحرب على الفساد دي الفساد الإداري اللي يهد أي منجز في الوجود يعني إحنا في مصر بقلنا عشر سنين بنبنيها عشر سنين بالمعنى الحرفي العشر سنين وهنا أقدر أقولك إنه وحضرتك أكيد عارف إحنا كنا عايشين تقريبا على 7% من مساحة جمهورية مصر العربية من مساحة القطر المصري فالعشر سنين دول قدرنا إن إحنا نوصلهم تقريبا لحوالي 14% يعني بنينا 7% جداد ممكن يبقى في جملة أخرى بنينا مصر جديدة تاني كل اللي إحنا عشنا عليه 7% فإحنا عطنا 7% زيادة يعني الدبل أنت بتعمل عملية إعادة للتوزيع الديموغرافي داخل جمهورية مصر العربية وده إنجاز ليس باليسير على الإطلاق أنا هنا مش بكلمك على أنها فقط مباني عبارة عن عمرات للسكن لأنا بكلمك على 7% متكملة يعني 7% مساكنها بمدارسها بجامعتها بمصانعها بمزارعها بميتها بكهربتها بكل شيء وبدأت الناس بالفعل تنتقل إلى هذه المدن وهذه المناطق وبدأ فيه أماكن كتير جدا النشاط الاقتصادي بتاعها يبدأ يشتغل هذا يزرع وهذا يصنع وهذا يتاجر إلى آخره وده في حد ذاته رائع مهمة عندنا جدا في المرحلة دي هي محاربة الفساد بكل صوره الفساد اللي يلتهم أي شيء أخضر نقدر نعمله المشهد التاني بالنسبة لي هو مشهد العاصمة الإدارية الجديد واللي كل ما هتروحها بالمناسبة كل ما هتروحها ستجد أمرا جديدا هتلاقي حاجات جديدة هتعملت هتلاقي طرق جديدة بتتعمل هتلاقي مباني جديدة طلعت إلى آخره مش بس مسألة أن الحكومة خلاص انتقلت للعاصمة مش بس أنه البرلمان انتقل للعاصمة لا يعني أنا بقولك في رأي المتواضع ده مجرد رأي من اللي أنا بشوفه كل ما بروح العاصمة هتروح العاصمة كتير يعني بحكم العمل فأقدر أقولك أنه العاصمة ممكن يبقى قدامها سنة سنتين بالكتير وتجدها مدينة حيوية مش بقولك حيوية بنسبة 100% لا يعني مش القاهرة كما أنا عارفها لكن هتبدأ تبقى مدينة حيوية لأنه خلاص يعني أسباب وسبل العيش أصبحت موجودة ما تريده لكي أن تنتقل سهلة الشغل خلاص موجود فلو أنت عندك شغل في العاصمة خلاص تمام التمام تقدر بعد كده تنتقل للحياة في العاصمة سيبك من الكلام الفاضي بتاعة العاصمة للأغنياء لأنه هذا كلام قديم تافع عبيط وغير موجود العاصمة للكل العاصمة الإدارية للكل كل من يريد أن يذهب فليذهب الأماكن بتاعة السكن شرائح من أول إسكان الاجتماعي الحد الإسكان الفاخر اللي يعني مش عارف بكم مليون وكلام من ده ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود إلى آخره مش دي المسألة على الإطلاق المسألة هي أنه إحنا في عندنا مشروع عظيم أنا بشوف واحد من أبرز عنوين الجمهورية الجديدة ألا وهو العاصمة الإدارية الجديدة اللي أنا شفته النهاردة بجانب بيان الحكومة خد بالك اللي أنا شفته النهاردة بجانب بيان الحكومة وبجانب أنه إحنا مثلا كنا بنتكلم من بارح في الحلقة هناه على مسألة توطين صناعة السيارات في مصر ومستقبل صناعة السيارات الكهربائية وما إلى ذلك فأجد أنه النهاردة فيه تصريح خد بالك النهاردة كان معالي وزير النقل والصناعة ساتة الفرق كامل وزير كان موجود في المجلس إلا أنه وضح في تصريح بأنه إحنا المرحلة دي هي توطين صناعة العربيات وعنطلع السيارة المصرية قريبا جدا أنا مش بقول لك الكلام ده أنه معالي الوزير شاف حلقة مبارح فتحمس لا أنا بقول لك الكلام ده أنه فيه أجندة وضحة للحكومة فيه أجندة وضحة فيما هو متعلق بإيه؟ بملف شديد الأهمية ألا وهو ملف الصناعة في مصر توطين الصناعة في مصر حتى توطن الصناعة في مصر وده هتلاقيه موجود فيه برنامج الحكومة في أجندتها وطبعا المختصة بيه في هذه الحالة هي وزارة الصناعة أو النقل والصناعة هي توطين الصناعة أن احنا نعمل الصناعات المغزية أن أنا بقلل الفطورة الاستردية بص عشان تبقى بردو تفهم حاجة مهمة جدا وإحنا عندنا في مصر معادلة غريبة نوعية إيه هي؟ مفترض أن أنت كل ما تزود حجم التصنيع بتاعك وتزود تصدير حلو المفترض إيه؟ أن حجم الواردات يقل إحنا في الصادرات الصناعية بتاعتنا كل ما بنزود تصدير بنلاقي الوارد بيعلى معاها يعني أنا افترضنا أن أنا عملت العربية دلوقتي مثلاً يعني بإمكانياتي الحالية وبدأت أصدر عربيات إيه اللي هيحصل؟ أنا هلاقي عندي واردات متعلقة بصناعة السيارات عملة بتزيد اللي هي إيه؟ الصناعات المغزية دي الصناعات المغزية دي عملي بقولي بتاع بتاعة الأميس حاضر أنا ملتزم قوي فهلاقي أنه الواردات بتاعة متطلبات صناعة السيارات عملة بتزيد يبقى أنا صدرت آه وزودت الصادر بتاعي بس كمان الوارد بتاعي زاد ليه؟ لأن أنا محتاج قاعدة صناعات مغزية مهولة لو أنا عندي هذه القاعدة بتاعة الصناعات المغزية لمثلاً صناعة العربيات إيه اللي هيحصل؟ هصدر كتير وهستورد أقل هصدر كتير وهستورد أقل ترجمة نانسي قنقر